إن لأه ولد عم وراضع من والدتي وله إخوات جام ونساء وكذلك أنا لإخوات جام ونساء فهل يجوز لإخوانه الأكبر منه والأصغر الزواج من شقيقاتنا وهل يجوز لنا الزواج من شقيقاته الأكبر منه والأصغر وحيث كما هو معروف أنه يصبح أخا لنا جميعا من الرباع وإلا يجوز شقيقاتنا له فهل شقيقاته يجوز لنا وجهنا حول هذا الموضوع جزاكم الله وحيث والرضع من أمكم يكون رضع من أمهم نعم راضع من والدتي إذا رضع من والدتي إنه يكون ابن لها وأحل لك ولجميع أولادها من أبيك ومن غيري إذا كانت لها أولاد من أبيك كما ونبت هذه المرأة يقولون إخوة لأهل الله رضعهم ما لا يجري له أن يتجوج منهن ولا يجوز لأولاده أيضا أولاد أولادها أن يتجوجوا من أولاد هذه المرأة وأولاد أولادها مهم لذلك ولا من محالمها الأخواتها وأماتها أعلافية كلهم محالم محالم هذه المرأة يكون المحالم لهذا الرضيع أما بالنسبة لكم أنتم يجوز لكم أن تتجوج من أخوات هذا الرضيع ويجوز لكم أن تتجوج من أخواته كما يجود لأخواته أيضاً أن يتجوجون أخواتكم لأن الرضع لا يمتشر على الأخوة والأخوات إنما يمتشر على فضوع المتبع جزاكم الله خير وأحسر إليكم